إعادة تنشيط مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبال طارق محور اجتماع عقده بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبدالقادر عمارة مع وزير النقل والتنقل والأجندة الحضرية الإسباني خوسيلويس أبالوس بناء ربط ثابت بين المغرب وإسبانيا مشروع هيكلي للسنوات المقبلة وورش استراتيجي للبلدين الشركتان المكلفة بالمشروع تقومان بالفعل بدراسة لتحليل بعض الجوانب التقنيات للموقع كما تطرقت المحادثات خلال هذا الاجتماع الذي عرف حضور سفير إسبانيا بالمغرب سيد ريكاردو دياز هوشلايتنر رودريغاز تطرقت إلى سبولي التعاون الثنائي في مجالات البنيات التحتيات والنقل البري والبحري واللوجيستيك ترجمة نانسي قنقر